أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في هذه المرحلة المهمة حيث تكثف الدولة مختلفة جهودها جذباً للمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشجيعاً للقطاع الخاص جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب حيث أشار مدبولي لأن العام الماضي شهد ارتفاعاً في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية وكذا صفقة رأس الحكمة وقد لفت رئيس الوزراء إلى أن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار يأتي في إطار ارتباط العمل والمستهدفات سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية